اشتركوا في القناة 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 اللي كانت قبل عشر سنين من لعبة انتل دون اللعبة مجرد تلعبها ساعتين الرسومات كانت جدا ممتازة للعبة في ار ولكن ما كانت القصة والقيم بلاي بالمستوى المطلوب ميتل جير سيرفايف ميتل جير تعتبر عندي افضل سلسلة لعبتها فلعبة جديدة من السلسلة ما يمنع ان نلعبها حتى ولو كانت مو من نطور هديو كجيما شريت اللعبة وبديت اجربها وانا عندي امل انها تكون على الاقل تجربة سيرفايفل محترمة واللعبة تنقلك الى بعد ثاني من عالم القصة ولكن بعد فترة طلع لي سالفة المايكرو ترانزاكشن وهي لعبة مدفوعة وهذا الشي خرب علي التجربة كاملة وكانت تجربة سيئة موسيقى 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 Overkill The Walking Dead استيديو Overkill نجح في لعبة Payday 2 واللي لي اليوم الناس تلعبها وفيها اضافات ولكن في هذه اللعبة احس لستيديو استعجل فيها واللعبة تحس انها مو كاملة اللعبة تفتقر الابداع وكذلك القصة اللعبة تحس فيها اشياء كثيرة ما خلصت وتحس انها لعبة Early Access ومو جاهزة ما انصح احد يتحمس او يشتري اللعبة موسيقى 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 داينستي ووريورز الجزء التاسع اللعبة المشهورة واللي لها اصدارات كثيرة في هذا الجزء قرروا المطورين يتوجهون لنظام العالم المفتوحة ولكنهم فشلوا فشل كبير لان العالم فاضي والشي الوحيد اللي بتسويه انه تاخذ اغراض من العالم علشان تطور سلحتك وتستخدم الكرافتينك سيستم اللي تقدر تخلص اللعبة من دونه لعبة ما كان لها داعي من المطورين ان يتوجهون للعالم المفتوح مدام كان لها جمهور بالستايل القديم منه موسيقى لعبة بوست سكريبتم اللعبة من المطورين لعبة سكواد والتي تعطيك شعور بالحرب مع الواقعية الكبيرة في هذه اللعبة احس ان المطورين انسخوا لعبتهم السابقة ولكن غيروا الحقبة التاريخية للعبة فوق هذا غيروا نظام كبير باللعبة مع الرغم ان لعبتهم سكواد كانت ناجحة بصراحة بالنسبة لي اول لعبة في ستيم اطلب ان يرجعون فلوسي اللعبة ما عجبتني السيرفرات سيئة التصوير كان مذاك الزود واللعبة كان فيها مشاكل وقت الاطلاق لعبة كوايتمان لعبة تحمس لها وخصوصا انه من ستيديوات سكويرينيكس التصوير السينمائي والمشاهد الحقيقية للقصة هم مبهرة ولكن الجيم بلاي والقتال تحس ان اللعبة مو من الجيل هذا نهائيا يعني من الجيل السابق بلاي ستيشن 3 بلاي ستيشن 2 اللعبة تكون على الصامت طول الوقت لان الشخصية اصلا ما يسمع الشي هذا انا اشوفها جدا جميل صراحة من ناحية الاخراج واذا خلصت اللعبة راح يتيح لك ان تعيدها مع كامل قدرة انك تسمع كل شي متعرف القصة ولكن هذا الشي ما حمسني والسبب ان طريقة الجيم بلاي واللي اشوفه مهم سيئ واللعبة كذلك فكرة جميلة ولكن كتطبيق بالنهاية سيئ الان 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 ال لا تقرب صوب اللعبة هذي واللعب ردد أفضل بمراحل عن هذه اللعبة فولاوت 76 بعد الإعلان عن اللعبة في معرض E3 توقعت أن اللعبة تتأجل لأن وقت الإعلان عنها ووقت الإصدار متقاربين لكن توقعت أن باثيسدا قاعد يطور اللعبة من فترة وتخيلت أن اللعبة عبارة عن فولاوت مع إمكانية اللعب في الأونلاين ولكن كل اللي شفت من اللعبة في بدايتها جميلة بعد فترة من التنقل بالعالم تشوف أن العالم كبير ولكن فاضي إذا تبع مهمات لازم تسمع شرطة علشان تأخذ منها المهمات تقريبا المهمات من غير هدف ولا فيها ترابط بالنهاية هديت اللعبة وما قدرت أكملها مع العلم أن كنا قروب نلعبها هذا كان فيديو اليوم لا تنسون اللايك إذا أعجبكم المقطع والاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم أشوفكم في فيديو القادم عن أكثر ألعاب متحمس لها لسنة 2019 مع السلامة موسيقى 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 موسيقى